اشتركوا في القناة بكل بساطة بعد ما تصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان المرأة طبعها عاطفية ولذلك المرأة لا تسلح ان تكون قاضيا ولا تسلح ان تكون حاكما لانها لو كانت قاضية ممكن يدخل عليها واحد قاتل ويجيبولها ابنه صغير تشوف الولد الصغير تقول يعني هيتمه يسعب عليها تروح نطلع براء لان المرأة طبعها عاطفية ولذلك خذوا بالكم من حاجة لما نبع سامد قال عنهن ناقصات عقل ودين ده كان متح وليس زمن بعض النساء كانوا يفهمون الكلام ده في زمن النساء ناقصات عقل يعني ايه اصلا بتغلي بالعاطفة على العقل ودي ميزة في المرأة حتى تحتوي زوجها وتحتوي اولادها وتحتوي كل من حولها فدي ميزة ما ياشي اصلا زمن الحاجة التانية وناقصات دين ان هي لما بيأتيها الدورة العادة الشهرية او البريوت زي ما بيقولوا تمام بتمتنع عن الصيام وعن الصلاة لحد ما تنتهي وهذا امر خارج عن ارادتها يعني هذا ليس نقصنا في الدين وانما يسمى مجازا هكذا فكل ده يعني لا ليس زمن في المرأة بل هو متح في هذه المرأة بفضل الله سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع ان المرأة بطبعها عاطفية ولذلك المرأة لما توجه العاطفة بتاعتها نحية الاسلام ونحية العمل الخيري تلاقيها بتقوم باعمال ما يقومش بها عشر رجال سبحان الله ولذلك تجد اغلب القائمات على الاعمال الخيرية عندهم صدر على الموضوع ده بشكل جميل جدا هم برضو من النساء بفضل الله سبحانه وتعالى طيب السؤال لسه ما جاوبتش على السؤال ليه اكتر اللي بيخشوا في الاسلام هم من النساء اولا حدقت لهم لان المرأة قبل ان تسلم بتكون سلع رخيصة لا تمثل لمن حولها الا جسد فقط ابدا عمرها ما بتشعر بادميتها ولا بحريتها ولا بكرامتها ولا باي شيء بتشعر ان هي مجرد اهلا عيازا بالله دمية في ايدي الرجال عيازا بالله فلما بتسلم بفضل الله سبحانه وتعالى تعلم ان الاسلام كرمها في كل مراحل حياتها كرمها وهي بنت وكرمها وهي زوجة وكرمها وهي ام وكرمها بعد ما تموت اخها باربيا كرمها في كل المراحل او الله العظيم اسمع بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كرمها وهي بنت وجعل ان تربية البنت بتكون ستر ووقاية للآباء والأمهات من نار جهنم الله اكبر وان الانسان لما يربي تلك البنت ويحنو عليها ويعملها احسن معاملة له اجر عظيم جدا بفضل الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من عالى جاريتين جاريتين الجارية هي البنت الصغيرة من عالى جاريتين حتى تبلغها او حتى تدركها كنت انا وهو في الجنة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى يعني هتكون في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو ربيت بنتين تربية بفضل الله على شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسنت الى هاتين البنتين طيب أدي حاجة طيب ولو كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في النساء وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ولما تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تشوف كيف كان يداعب عائشة وكيف كان يمازحها وكيف كان يصابقها وكيف كان يتبسط معها في الكلام صلى الله عليه وآله وسلم تمام كده طيب ولو أصبحت أم فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل قال من أحق الناس بحصن صحابته قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك الله أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في أحاديث كثيرة جدا ببرو الوالدين بأبي هو وأمه صلى الله عليه وآله وسلم ثم كرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يريد أن يجاهد في سبيل الله قال أحي والداء قال بالأم أمهي العايشة قال إلزم رجليها فثم الجنة وفي رواية أخرى قال الرجل الرجل الآخر أحيي واردك قال أجل يا رسول الله قال ارجع إليهما ففيهما فجاهت الله أكبر طيب وبعدما الأم تموت بعدما هذه المرأة تموت وهي أم سبحانك يا ربي النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببرها حتى بعد موتها جاءه رجل كما في الحديث الضعيف الذي رواه أبو دود بسند ضعيف لكن معناه صحيح تؤيده أحاديث كثيرة جدا جدا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كنت برم بأبويا فمات فهل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال أجل خصال أربع الصراط عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما عشان كده اللي بيلك بنحتفل بعيد الأم يوم 21 مارس نقول له إحنا بقى عندنا كرم أكتر منك لأن تعلمنا الكرم من سيد الكرماء صلى الله عليه وسلم اللي علمنا أن احنا نبر أمنا كل يوم بل في كل ساعة بل بعدا ما تموت كمان البر مستمر بفضل الله عشان كده أكثر الذين يدخلون في الإسلام من النساء لا يشعروا بحريتهم ولا بكرمتهم ولا بآدميتهم ولا بقيمتهم وخدرون إلا في ظل هذا الدين اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة